شيرة حلويات ثقيلة وخفيفة سويت لكم النوعين وبنكهة وبدون سنبدأ بالثقيلة للنسبة 2 الى 1 يعني حطيت 4 اكواب من السكر وحطيت عليها كوبين من الموية وحطيت الزعفران وحطيت الهيل النكهات اللي انتو حابين حطيت العصير الليمون ونحطها على النار نحسب لها بعد الغليان ومش هذه المرحلة لما تشوفون الفقاقيع تطلع بعد الغليان نحسبي لها 12 دقيقة بالضبط ثم الآن مثل هنا راح نبدأ نحسب 12 دقيقة وبعدين نطفي عنها ونتركها تبرد تماما بدون تحريك نهائيا اذا حركتها ممكن يتبلور معاكي هنا نتركها تبرد بعد ما تبرد راح اخذها واصبها في الجار اللي انا كنت اصلا نظفته ومعقنته اما الخفيفة هي النسب متساوية يعني اربع كاسات سكر باربع كاسات من الموية ونحط اذا تريد انك هات حطي انا هنا ما حطيت حطيت عصير الليمون اللي هي ملعقة الليمون وحطيتها على النار بعد الغليان راح ابدأ احسب لها 10 دقايق بالضبط واطفي 10 دقايق من هذه المرحلة وبعدين نطفيها ونخليها تبرد تماما وبعدين راح نحطها في الجار اللي ايضا عاقمناه من قبل وتحفظ خارج الثلاجة فترة طويلة اشتركوا في القناة